لازم نتابع التفاصيل وردود الفعل على موضوع مفاوضة إعلان نادي الاتحاد أن نادي النصر والمشرف على كرة القدم نادي النصر عبد الرحمن الحلافي قد قام بالتفاوض مع لاعبين في نادي الاتحاد فهذا المولد فواز القرني لانتقالهم بالإعارة إلى نادي النصر للمشاركة في دوري أبطال آسيا في التصفيات النهائية الآن في سؤال على هاشتاق البرنامج يقول يا أبو بدر قصتي إحنا مش في فترة انتقالات ليش التفاوض صار غير قانوني لنعرف أن يصير مسموح حتى لو اللاعب ما دخل الفترة الحرة ظرم لا طبعا لازم أول شيء صاحب القرار الذي هو نادي الاتحاد يأخذ موافقة من نادي الاتحاد وبدر أن اللاعبين عقودهم سارية ما دخلوا فترة ستة شهر المادة الرابعة والستونية وبدر في اللايحة تقول يا إنذار خطي يا غرامة مالية لا تزيد عن المنوع الريال يا وقف تسجيل لعبين جدد لا تزيد عن فترتين تسجيل هذا إذا ذبت المخالفة نأخذ خطاب كنا بلندية إذا انتهيت من النادي يسمح لي أن يتواصل مع اللاعب ما الذي تواصل مع اللاعب أخاف أطلب من النادي خطاب يعطيني خطاب يسمح لي التفاوض مع اللاعب بعدين أروح مع اللاعب لأنه لو ثبت علي أي كلام مع اللاعب قبل فيها وقف وفيها عقوبات كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر